شعب بلا رموز وبلا نمازج قدامه يقتدي بيها ولدنا يبقى الشعب ده عنده مشكلة في المستقبل ماهو لما تيجي امه من تلقاء نفسها وعمل اتكسر في رموزها في مجالات العلوم الرياضة الفن والكلام ده والسياسة ما خلاص انت هيتبقى لك مين بقى انتمائك هيبقى مين يبقى رمزك هيبقى حمو بيك يا صحة ولا غلط ما انت طلعت سعد زغلول خمرجي طلعت سلمان الحلبي متآمر وطلعت مش عارف مين شاز وكلام هو احنا مالنا ومال التفاصيل الاخلاقية للرموز بتوعنا يعني انا فريق معايا ايه هو انا دايما بقول ربنا ما خلقش ملائكة تمشي على الارض لو كان عايز خلقنا ملائكة كان خلقنا ملائكة بس احنا بشر بنخطئ وبنعمل زنوب وبنعمل كبائر كل البشر بلا استثناء الا من رحم ربي وبالتالي علينا نحافظ على رموز البلد دي راح لو او لسه موجودين من بعد 2011 حصلت موجة كده موجة في الاعلام تلاقي ضرب دائم ليه الرموز ما فيش حتى الشباب لما طلعوا ملقوش حد حتى يقتدوا بيه فاكرين انتو ايامنا بقى لو انتو خمسينيين كده زي حالاتي والله اكبر شوية ستنات وسبعينات لا كنت تلاقي عبدالوهاب في الموسيقى موكلسوم في الغناء رياض صنباطي تلحين مصطفى امين هيكل فاهم تلاقي حاجات حلوة او وتلاقي سياسيين بردين عبرازي السنوري اذكر بقى كيفما تشاء من الرموز الجميلة اللي ربنا ادهلنا في البلد دي رمز زي دكتور احمد زويل احمد زويل رمز كبير بس هو في الاخر باشر بارته يعني قد يكون علي رحمة الله وانا يعني مش بزم او بذكر حاجة فيه او مش فيه بس لا انه باشر قد يكون نرجسي قد يكون تعمله مع البعض بمنطق فوقوي قد يكون الرجل يعني باي صورة او باخرى اتخذ كدف من بعض الناس لكن المؤكد انه كان عنده حلم انه يعمل جامعة علمية رفيعة المستوى ويستدعي بيها زملاء الحائزين على جائزة نوبل صورة احمد زويل في ذهننا كانت جميلة جدا لحد ما البعض فكر انه يطمسها ويكب عليها حبر اسود للأسف ربما من النفسيات اللي جوه رغم بعض اللي ممكن يكونوا يتعاملوا مع احمد زويل ده انت بتعرفوش ده كان فيه وفيه وفيه احنا بابا ما بنفعلش على الحاجات ده عارف ليه لانك دائما انت تصف بشر تصف بشر كلنا بلا استثناء خطائين ده الرسول قال كده النهاردة البرلمان انتفض انتفاضة كبرى وقرره بص بقى هيدعم الدولة من عليائه وهيقف جنب الدولة في حربها ضد الارهاب وفيه حل ملف سد النهضة وتقديم دعم معناوي غير مسبوك لقواتنا المسلحة والامن وضل انتظرته انه هو هيستدعي الحكومة عن بكرة ابيها ويقول لها انت عملت ايه وسويت ايه ايه رأيك بقى البرلمان ما عملش ده خالص واكتمع النهاردة وحط على جدوى الاعمال وايه تغيير اسم مدينة زويل يعني خلاص كل مشاكل مصر خلصت امام استاد النواب وبقى عندهم وقت فاضي يناقشوا تغيير اسمه دي لتزويل خلاص زويل مدايقكو اول الدرجات دي لم التقيه ولا مرة وجهه لوجهه رغم ان كانت بتصليني دعوات على ان انا احضر له لقاءات او كده بس ربما ظروف منعتني لكن يا اخي للدرجات دي اسم زويل لازم يختفي من التاريخ الراجل اللي عمل مدينة زويل قرروا يسموها ايه مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا يعني لما يحطوا مصر فييجي واحد زي حلات كده يقول لك ايه بقى احنا شايلين زويل ده احنا حطين مصر ام الدنيا مصر المحروسة عايز اقول للسادة النواب لا شينه سورة دكتور علي عبد العاد انا ما عنديش مشكلة مع الدكتور علي عبد العاد انا بتكلم على السادة النواب عايز اقول ان في جامعة خاصة اسمها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يعني حتى العبقرية ما جاتش عندكم انكم تختاروا اسم عبقري مثلا انا معترض اساسا عالتغيير معترض عالتغيير يعني لو ابنك وابني موجودين في الجامعة وبيقولوا لزمائلهم احنا موجودين في مدينة زويل للعلوم او كده لما يجوا تاني يوم يلاقوا ليفطم تشالة زويل طب بزمتك انت عايز الجيل ده يحترم لك رمز بعد كده بزمتك ودينك معه انت عشان تشيل اسم زويل يبقى عندك انه انه ايه الراجل مثلا سابت والعياز وبالله اتهمه بالخيانة العظمى مثلا عشان تغير اسمه انا موافق ان انت تعدل في الفنون بتاعته تزود قاعات تخلي الجامعة تتبع مباشرة رئاسة الجمهورية الحكومة بعد وفاة مؤسسة لكن هل كل مشكلتنا في مصر اتحلت ومبقاشا لا اسم زويل اتغير اسم زويل بس تبدو ان النواية كانت مبيتة منذ اكثر من عامين منذ اكثر من عامين لتغيير اسم مدينة زويل الى برضو مدينة مصر العلوم التكنوليجي هعرض لكم خبر نشروا اليوم السابع بتاريخ ستة ديسمبر الفين وسبعتاشر ستة ديسمبر الفين وسبعتاشر نفى فيه المركز الاعلامي التابع لمجلس الوزراء او العنوان الحكومة تم في تغيير اسم مدينة زويل الى مصر للعلوم والتكنوليجي والابتكار خلي بالك مفروض النف يقول ايه لا لا تغيير لا توجد نية لتغيير اسم مدينة زويل بس لكن الى مصر العلوم والتكنوليجي والابتكار ويطلع هو ده الاسم اللي بعد سنتين اللي انتم قمتم بتغييره وشوف بقى في النف الحكومة بتنفي ليه في ضق ما تردد من انباء تفيد بتغيير الحكومة اسم مدينة زويل العلمية الى مدينة مصر للعلوم والتكنوليجي والابتكار تواصل المركز الاعلامي مع وزارة التعليم العالمي والعالي والبعث العلمي التي اكدت ده وزارة التعليم العالي ان تلك الانباء غيره صحيحة مؤكدة ده وزارة التعليم العالي ان اسم العالم الكبير احمد زويل سيظل باقيا وخالدا طب بالزم اصرف الخبر ده منين هاو انتم فكرين ان التصريحاتكم مش مسجلة صوت وصورة وموسقة بدربة زرار على الانترنت هتجيبوا الخبر اهو في اليوم السابع الاربعاء ستة ديسمبر انا ما يهمنيش مين اللي طلب تغيير اسم مدينة زويل وزويل ما كانش جوز خلتي بس زويل عالم مصر محترم مصر شرفت ان خرج منها هذا الاب وانه اعلى سلطة في البلاد الرئيس الاسبق مبارك وفي احتفال مهيب منحوا اعلى وسام في الدولة المصرية قلادة النيلة التي تهدى الى الزعماء والرؤساء ما تسحبوا القلادة بالمر هي القلادة بيتصرف لها معاش شهري قرابة المئة الف جنيه حاجة زي كده ما تسحبوا بقولك ايه مصر يولده كان قاعد في امريكا ما تيجي نطلع على القبر بتاعه ونشيله الروفات بتاعه ونودي امريكا يا اخوانا لا يا اخوانا كده غلط يا اخوانا ما يصحش ما يصحش ان احنا نقعد نقصر في الرموز لم يقعد يبقى امام ابنائنا الا حمو بيكا انتوا مش عارفين انتوا بتعملوا ايه طب تعالى يا اخي حفيدك بعد عشرين سنة يا عدي يقولك ايه يا بابا ولا يا جده اسمه دي لتزويل يعني ايه زويل ده يا بابا ولا يا جده هتقوله يا ابني ده كان عالم مصر واخد جايزة نوبل يقولك هي مصر طلعت ناس خلق جايزة نوبل فهتضطر وما تتحجيله تاريخ انت النهاردة بتمسح التاريخ يا اخي يا اخي مش كده بقى مش كده بجد هو انا هذكر لابنائي ايه في البلد دي لما كله تحتيم رموز تحتيم رموز كله بايز كله فاسد غير اسماء امسح يعني خلاص واقف معاكم الاسم طب الرجل سبها ومات يا اخي بقى له كم سان نجبر بقى نجبر بقى خلاص وكده يعني التبرعات هتنهال يعني على مدينة زويل اتمنى وارجو من الرجل المحترم دكتور علي عبدالعال اعادت اسم مدينة زويل الى اسمها الحقيقي اسم مدينة زويل بلى فضيحة المصر للعلومة التكنولوجية والابتكار طب ما تضمها بلمرة على جامعة مصر للعلومة التكنولوجية الجامعة الخاصة وعملوا كبرى بينهم يربط بين الاثنين يا اخواننا مش كده يا اخواننا مش كده سيبوا حاجة نفتخر بها قدام ولادنا سيبوا حاجة واحنا قاعدين بنحكي لولدنا وعايزينهم ينتموا لهذه البلد ان احنا نقول لهم احنا عندنا علماء عندنا باحثين انا فرحان بمجد يعقوب انا بطير بيه بحكي لولده عنه عن فاروق الباز طلعوا بقى قطة فاطسة في الناس دي كمان ما بالمرة نغير اسم مستشفى مجد يعقوب للقلب ما نغير بقى خلاص الاسماء مدايقانة ده احنا لما بنجي عند الرئيس الاسبق حسني مبارك اللي احنا عملنا عليه صورة بنحترمه انه كان قائد الضربة الجوية ولا نهيل عليه التراب وانا حييته هنا في 6 اكتوبر ما نلدم ادي صورة لولادي ادي صورة لرموز البلد ها مبارك اخطأ كحاكم وتحديدا في اخر 15 سنة من حكمه واقول زي ما انت عايز افسادة لكن لا ما سحبش منه ما سحبش منه الفخر بتاعه وبتاع بلده قائده القوات الجوية احد افراد المجلس الاعلى القوات المسلحة اعادى بناء المدرسة الجوية المصرية واقفاجأ ان ليه فيديو منزله على صفحة حفيده بتكلم فيه رسالة الى ابناء مصر عن حرب اكتوبر الناصر الوحيد اللي بقى لنا في تاريخه لماذا لم يزاع هذا البيان على كل فضائيات هديجي تقول لي لا اصل احنا خايفين الشعب يقولك دنبرك رجع عملنا عليه ثورة لا نوضح للناس فيه ما نهلش التراب احنا ما بناخدش حكمنا اه تتالة كده لا خالص اخطأ في ايه واصاب في ايه وهيجي وقت واحنا بنقيم حكم الرئيس السيسر الرجل يا اخوانا اخطأ في واحد واثنين وثلاثة لكنه ايضا عمل واحد واثنين وثلاثة الموضوعية اتمنى تكون رسالتي وصلت لدكتور علي عبد العال والنهاردة عجبنا